موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من كشك الصحافة نسلط وإياكم الضوء على أهم ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية نبدأ من موقع نيوز يمن وفي الشأن السياسي الرئيس هادي يشيد بمواقف الكويت الداعمة لليمن في المحافل الدولية ويؤكد أن زيارته لها كانت مثمرة وإيجابية في الشأن الإغاثي ائتلاف الإغاثة الإنسانية يستقبل أول قافلة إغاثة تصل مدينة تاعز بعد الكسر الجزئي للحصار وفي محافظة سنعاء اختطاف مواطن وطعن شقيقته من قبل الحوثيين في نهم ركز الموقع على تفاصيل المعارك الأخيرة التي شهدتها محافظة الجوف والتي أدت إلى سقوط العشرات من الميليشيا بين قتيل وجريح جاء في الخبر قتل نحو 17 مسلحا حوثيا من عناصر قوات الموالية لصالح في معارك تجددت بينهم ورجال المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني في منطقة سدبة بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن وبحسب مركز معين الإعلامي الذي يعنى بنشر أخبار المقاومة فإن المعارك اندلعت عقب هجوم للحوثيين بغية السيطرة على جبل السفينة لكن المقاومين تصدوا للهجوم ودارت معارك شرسة وبحسب المركز تم التعرف على عدد من قتل وجرح الحوثيين بالاسم والمنطقة من بينهم صالح حسن العوبثي وجار الله عبدالله الصكة ومبخوت محمد الحريري من مدرية الحميدات نتحول إلى موقع يمن مونتر ونطالع في صفحته الرئيسية التحالف العربي يستهدف معسكرا تدريبيا للحوثيين شمال غربي يمن نقل الموقع عن صحيفة الشرق الأوسط أربعة ألوية جديدة تنضم للجيش الوطني والمقاومة في صنعاء عنوان الموقع أيضا قوات يمنية خاصة لمواجهة الإرهاب في المدن المحررة ركز الموقع على تفاصيل خبر مقتل عريس في ليلة زفافه عن طريق الخطأ في محافظة حجا يقول الموقع قتل عريس يمني في حادثة إطلاق نار عن طريق الخطأ في محافظة حجا شمال غربي البلاد وقال مصدر محلي ليمن مونترين العريس عبدالله حسين الخولاني قتل في ليلة زفافه عن طريق الخطأ في مدرية المحابشة بمحافظة حجا مشيرا إلى أن ذلك جاء خلال إطلاق النار أثناء الاحتفال بالزفاف من قبل المواطنين المحرضون ضد اليمن تحت هذا العنوان نشر موقع يمن مونتر للكاتب أحمد عثمان مقالا تحدث فيه عن الحملة الشرسة ضد تاعز وانتصاراتها على الميليشيا والمخلوع وقال الكاتب نسوا كل جرائم الحوثي وصالح في عمران صنعاء عدن الجوف البيضاء مأرب وإب واستقراره كقاتل محترف في تاعز وتوقفوا عند حادثة يتيمة لاتخاذها ذريعة لقتل أبناء تاعز والتحريض عليهم ضاعت كل صور الأسر المكرمين وإسعاف جرحاهم غابت الجرائم الوحشية للحوثي وصالح التي ترقى إلى جرائم إبادة وجرائم حرب لمدة سنة وضخموا تجاوزا فرديا لاتخاذه ذريعة لممارسة أكثر أنواع التحريض المناطقي ضد الشعب اليمني ونسيجه الاجتماعي فالتحريض على محافظة يمنية بهذا الشكل هو ضد الشعب كله ومحاولة نفخ الفتنة المناطقية متناسين أن الشعب اليمني هو بوابة الحكمة وأنه المتضرر الأول منهم فلهم في كل قرية ثأر وفي كل بيت مأتم وأن اليمنيين يرون في تعز نقطة ضوء ونافذة نور عبرت عنهم وأوقفت مشروع الخراب فاليمن جزء واحد وجسم واحد يرفض الانحطاط الطائفية والمناطقية السوداء لن تفعلوا شيئا بهذا التحريض الأسود والسافري ضد تعز غير أنكم تتعرون أمام الله والناس وصفحة التاريخ الذي لا يرحم ناقل موقع التغير نت عن قائد الجبهة الغربية في تعز حمود عبد حمود الصغير تمكننا من تحقيق التقدم في الجبهة الغربية بنسبة 80% في الشأن الإغاثي أيضا 220 طن مساعدات سعودية للمدنيين في سعدة معقل الحوثيين عنوان الموقع أيضا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يبدي استعداده دعم الاحتياجات الملحة لجامعة صنعاء إلى تفاصيل خبر اقتحام الميليشيا منزل محافظ حجة الموالي للشرعية ويقول الموقع اقتحمت ميليشيا الحوثي والمخلوع منزل محافظ محافظة حجة الجديد العميد عبد الكريم السنيني في حي المطار بصنعاء ونهبت كافة محتوياته وطردت ساكنه وتقيم فيه بالقوة أضاف الموقع يأتي هذا الاقتحام بعد أداء المحافظ اليمين الدستورية أمام الرئيس الجمهورية منذ أسابيع إلى موقع الموقع وأهم العنوين والأخبار التي جاءت وتصدرت الصفحة الرئيسية بدء صرف مستحقات آلاف من أفراد المقاومة في عدن مصدر في الحكومة اليمنية يقول ويكشف عن رسالة خطية وجهها صالح لأمريكا طالب فيها صالح تأمين خروجه من اليمن ونقل الموقع عن مصدر أمني لم نرصد أي حالة لتسلل عناصر إرهابية من لحج إلى عدن ركز الموقع أيضا على خبر المتحدث باسم قوة التحالف الذي تحدث عن إجراء تحقيق بشأن الغارة الجوية التي استهدفت سوقا شعبية في محافظة حجة بالأمس ويقول الموقع أوضح المتحدث باسم التحالف العربي أحمد عسيري أنه يجري التحقق مع الحكومة اليمنية من مقتل مدنيين في غارات للتحالف العربي على سوق شعبية بمحافظة حجة وفي تصريح لقناة RT عرب عسيري عن أسفه لسقوط الضحايا في حين قال لقناة فخونس بخس إن التحالف سيشكل لجنة للتحقيق في الحادثة وأشار إلى أنه يتم حاليا التواصل مع قيادة الجيش اليمني لمعرفة الوضع على الأرض مؤكدا أن قيادة التحالف تتعامل بجدية مع الأمر وأشار إلى أنه لا يجب استباق الأحداث متعاهدا بكشف نتائج التحقيق للرأي العامة مصدر أونلاين ماذا قال؟ نستعرض فيه العنوين البارزة المقاومة وقوة الجيش تتقدم شرق تعز وتسيطر على مؤسسة الاستقبال والمعارك مستمرة أما في محافظة عمران قيادي حثي يقتل أحد المدنيين أمام محكمة عمران والقبائل تحتشد لقطع الطريق العام نقل الموقع عن مصدر طبي بشأن غارة التحالف الأخيرة على سوق خميس في حجة أكثر من خمسين قتيلا والجرح بالعشرات إثر الغارات التي استهدفت مدنيين في حجة ومن العنوين إلى تفاصيل الخبر عن إعلان الكويت استعدادها لاستضافة جولة المشاورات الجديدة وجاء في الخبر قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن الكويت مستعدة حاليا لاستضافة المحادثات بين السلطة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثيين والمساهمة في الوصول إلى حل سلمي في البلد المضطرب قال الجار الله أيضا في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية أبلغنا الأمم المتحدة والأطراف المعنية بذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الكويت على كافة الأصعدة وبما يحفظ لليمن استقراره وفي سياق متصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أجرى مباحثات مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح أحمد الأحمد الصباح ومع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد حول الوضع في اليمن والتحضيرات الجارية لجمع الأطراف إلى مائدة مفاوضات جديدة الميليشيا الطائفية والخطة باء تحت هذا العنوان كتب حمز المقالح مقالا في موقع مظر أونلاين وقال الكاتب هل انتهى الدور الخاشن لأذرع إيران وميليشياتها في المنطقة وما نشهده من تحول في جغرافيا التوتر والصراع هو الانتقال إلى الخطة باء وهي تحول هذه الميليشيا للقوة الناعمة ومحاولة دمجها في تسويات سياسية لضمان حضور مستقبلي ما هي التغيرات التي طرأت في موازين القوة في المنطقة حتى نشهد مثل هذا التحول ولصالح من هل هي النتاج توازن قوة أم تحولات داخلية ضمن الدول ذات النفوذ الإقليمي في المنطقة دفعت صناع القرار إلى تغيير استراتيجية حضور هذه الدول وتأثيرها في المستقبل على المدى القريب والمتوسط هل انسحاب روسيا من سوريا بشكل مفاجئ يأتي ضمن هذه الاستراتيجية القائمة على حاجة المنطقة إلى التسويات ودمج قوى النفوذ ضمن صيغ عقود اجتماعية مختلفة قد تؤسس أو تدشن زمن الكونفدراليات للعرقيات والطوائف وتمزيق مجتمعات المشرق واستهلاكه ضمن هذه الأسس من الصراعات القديمة أم أنها رغبة الأطراف الفاعلة في تهدئة وطيرة الصراع المحموم بين العرب وحلفائهم من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى وتلافي أي انعكاسات سلبية على المحيط الجغرافي للمنطقة ومحاولة احتواء هذا التنافس وضبط إيقاعه في ظروف جديدة خارجة عن أسلوب الحرب والعمل العسكري فإذا نجح العرب في إفشال مخطط للتقسيم بالأسلوب الخشن القائم على ثقافة الحرب وأدواتها العسكرية فهل يمتلك العرب خططا لمواجهة أدرع إيران الطائفية كقوى ناعمة في المنطقة وتفتيت روابط اتصالها وتأثيرها الذي يمثل اختراكا خطرا على الأمن القومي للمنطقة وأنظمتها مشاهدين نستعرض من موقع صحوانة أهم الأخبار أيضا عسيري يقول ويؤكد استمرر التهدئة ونزع الألغام بالحدود اليمنية السعودية نقل الموقع عن أمير دولة الكويت مستمرون في دعمنا لليمن لاستكمال التحرير وعودة الأمن والاستقرار في الشأن الإغاثي لجنة الإغاثة تدعو الأمم المتحدة للقيام بدورها الإنساني تجاه تعالي وبهذا ننهي جولة الصحافة اليمنية وتبقى لنا الصحافة العربية الصادرة ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة مشاهدين ونصحبكم إلى الصحف العربية الصادرة اليوم ونبدأ من البيان تحديدا تجولت في شوارع وأحياء مدينة تعز الجانب المحرر منها وقالت البيان في عنوان بارز فرحة التحرير تغمر الأرواح وتترجمها دموع الرجال والنساء بدأت جولة البيان من شارع جمال عبد الناصر ووسط مدينة تعز هو الشارع الذي شهد مسيرات وتظاهرات الليلية عقب انتصار الشرعية في الجبهة الغربية وفك الحصار عن المدينة وفي وصفك لما عليه الحال فإنك ستكون محاطا بفيض من المشاعر المتزاحمة فرح بعد انتظار طويل للتحرر يجتاح أرواح الناس ودموع فرح ستلاحظها في عيون الرجال والنساء على سواء وكذلك الحال إذا أردت التحرك شرقا من نفس الشارع فسيكون بإمكانك مواصلة ذلك لترجى السوق المركزي من مدينة تعز والذي عادت الحياة إليه وأصبحت ترى فيه الخضروات والفواكه والمواد الغذائية التي عز وانعدم وجودها خلال أشهر الحصار الماضية من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح يتحدث الجميع بزهو غامر عن المقاومة ذلك أن ما تم ليس شيئا هينا ويقول صدام السماوي أحد سكان المدينة الذين التقت بهم البيان خلال تجوالها ليس شيئا سهلا ما حققوه فقد استطاعوا فك الحصار بالكامل عن المدينة من الناحية الغربية وتحرير مواقع كثيرة ومرتفعات مهمة كانت الميليشيات تستخدمها لقصف المدنيين وتنقل الصحيفة عن الكاتب متولي محمود يمكنك رؤية الأطفال يتسابقون لسقاية المقاومين والنساء يزغرد من نوافذ البيوت ويوزع الكعك على أفراد الجيش الوطني والمقاومة في احتفالية غامرة لإن عتاق أرواح لا تتنفس إلا في ظلال الحرية وتموت فيما سواها إلى صحيفة الخليج والتي علقت في أحد عنوينها مصفات عدن تطالب الحكومة بمعالجة إغلاق مسلحين أبوابها عودة الهدوء إلى المنصور عنوان آخر وسط معلومات عن اتفاق تقول الصحيفة بينما طالبت هيئة مصفات عدن الحكومة اليمنية بمعالجة إغلاقها من طرف مسلحين بدت الأوضاع العامة طبيعية في مدرية المنصورة وسط محافظة عدن وذلك بعد نحو ثلاثة أيام متتالية من تحركات أمنية وعسكرية للقضاء على عناصر الإرهاب تقول الصحيفة إن المنصورة وحدها سجلت ما لا يقل عن 90% من الجرائم الإرهابية المختلفة في عدن كما تتحدث الخليج عن معلومات تفيد عن التوصل إلى اتفاق يقضي بتولي عدد من قيادات المقاومة الجنوبية بدعم بالعتاد من الحكومة والتحالف حماية وتأمين محيط ومداخل مدرية المنصورة بداية من دوار كالتكس مرورا بشارع التسعين وصولا إلى دوار السفينة وسبق أن تم الاتفاق خلال الأسابيع الماضية على تسلم السلطات الشرعية مقر السلطة المحلية بالمنصورة والذي يعد أبرز معاقل الجماعات الإرهابية لتحويله إلى مقر للمقاومة وهو ما تم شكليا بحضور ممثلين عن السلطة في عدن والمجلس الأهلي بالمنصورة ولكنه فعليا ظل تحت سيطرة الإرهابيين تضيف الصحيفة إن الإرهابيين استمروا في جرائمهم ومهاجمة القوات الأمنية الأمر الذي دفع الدولة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية لحسم الموقف لصالح الدولة والنظام والقانون والاستعادة المنصورة إلى حضن قيادة محافظة عدن هل نام الأسد ليلتها؟ تحت هذا العنوان كتب طارق الحميد مقالا في صحيفة الشرق الأوسط وقال الكاتب مثل ما فجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالم بتدخله عسكريا في سوريا فجأهم مرة أخرى بإعلان الانسحاب جزئيا من هناك والسؤال هنا ليس لماذا أعلن الروس هذا الانسحاب الجزئي؟ فمن المبكد معرفة التفاصيل خصوصا أن العالم انتظر مطولا للفهم الأسباب الحقيقية لتدخل وإنما السؤال هو هل نام بشار الأسد ليلة ذلك القرار؟ القراءة المتأنية لبياني الكراملين والنظام الأسدي تظهر فروقا جوهرية البيان الروسي يبدأ بعبارة مختلفة عن البيان الأسدي حيث يقول الروس إن بوتين أجرى اتصالا بالأسد ليبحث معه سيرة طبيق الإعلان الروسي الأمريكي حول وقف الأعمال القتالية في سوريا وهذا ما لم يشر له البيان الأسدي ومن خلال البيانين يتضح أن الروس يتحدثون عن أنهم قرروا بينما الأسد يتحدث عن اتفاق وتعهد بالدعم مما يظهر أن الأسد يحاول تفسير القرار الروسي لتطمين أتباعه وإخفاء قلقه ولذا فإن القلق لن يلازم الأسد وحده بل وحزب الله وإيران وقادم الأيام سيحمل مزيدا من التفاصيل سواء كان الانسحاب الروسي حقيقيا أو مناورة أما الأكيد فهو أن الأسد مضعور ومثله حزب الله كما أن إعلان بوتين أن قواته نفذت المهمات سيذكرنا مطولا بإعلان جورج بوش الإبن بأن المهمة قد نفذت بينما الدمار متواصل في أفغانستان والعراق وعليه فإن القادمة سيكون أكثر تشويقا خصوصا مع كثة التصريحات لمحاولة تفسير الانسحاب الجزئي إن صدق بينما الحاضر يقول إن ليلة الأسدي وحسن نصر الله كانت سوداء كأفعالهما إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية والتي تابعت الأوضاع في عدن قالت عدن عودة الحياة إلى طبيعتها مع تجديد الإجراءات الأمنية قالت الصحيفة شددت القوة الأمنية في مدينة عدن إجراءاتها في ظل تواصل الحملة الأمنية الهادفة لتطهير المدينة من الجماعة المتطرفة ومنع أي مظاهر مسلحة تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في مختلف المدريات وقال مصدر الأمني للاتحاد إن أجهزة الشرطة والأمن شددت عمليات التفتيش في مداخل المدريات وخصوصا مدرية منصورة التي تمت استعادة السيطرة عليها عقب معارك عنيفة خلال اليومين الماضيين وأضف المصدر إن هذه الإجراءات أتت ضمن الخطة الأمنية التي تم تتشينها وسوف تتواصل لتأمين باقي المدريات ولفرض الأمن والاستقرار وإعادة الطمأنينة لأبناء عدن وقال سكان محليون في المنصورة للاتحاد إن إعادة الأمن والأمان مطلب لكل أبناء هذه المدرية التي شهدت مؤخرا أغلب عمليات الاغتيالات والهجمات الإرهابية وكشف المصدر في المدرية عن تسليم أمن المنصورة لقوة أمنية من أفراد المقاومة من أبناء المنصورة تحت إشراف السلطات المحلية والقوات الأمنية التي ستكون حاضرة وبقوة لأي طارئ وأن هذه القوة سوف تنتشر في مداخل ومخارج المدرية لتأمينها بشكل كامل وستعمل أيضا على تعقب العناصر الخارجة عن القانون ومنع كافة المظاهر المسلحة إلى صحيفة السياسة الكويتية تابعت معارك الجوف وعنوانت عشرة القتلى من المتمردين في معارك عنيفة مع المقاومة بالجوف قالت الصحيفة قتل سبعة عشر مسلحا وأصيب عشرة آخر من قوة الرئيس اليمني السابق صالح وميليشيا الحوثي في تجدد المعارك بينهم وبين المقاومة الشعبية وقوة الجيش الوطني في محافظة الجوف وذكر مركز معين الإعلامي المقرب من المقاومة الشعبية أن المعارك وقعت بمنطقة سدبا بعد هجوم للحوثيين بهدف السيطرة على جبل السفينة لكن رجال المقاومة تصدوا للهجوم ودارت معارك طاحنة بين الجانبين أضاف مقاتلات التحالف العربي قصفت مواقع للمتمردين مشيرا إلى أنه تم التعرف على عدد من قتلى وجرح الحوثيين وتؤكد الصحيفة أن المعارك أتت إثر إعلان جماعة الحوثي أن مقاتليها سيطروا أول أمس على جبل السفينة وموقع الأبرش المطل على مدينة الحزم عاصمة الجوف من الجهة الشمالية الغربية وبعد دحر عناصر المقاومة منهما أما بخصوص معارك البيضاء فتنقل السياسة عن مصادر محلية بالمحافظة أن المتمردين اعتقلوا 85 شخصا بزعم أنهم كانوا في طريقهم للالتحاق بمعسكرات قوات التحالف العربي والمقاومة بمأرب بينهم 65 اعتقلوا بمدرية رداع و20 بمنطقة الوطية المصائر والبصائر العرب في مواجهة مساحات النقاش تحت هذا العنوان كتب واسيني الأعرج مقال في القدس العربي وقال الكاتب الروائي المعروف يبدو كأن العرب لا يفكرون بشكل مسموع في أي مشكلة تخصهم وهو شيء قاس لا يساعدهم مطلقا على الخروج من الدائرة التي خطت لهم من طرف القوى العظمى مشكلة الماء مثلا لماذا لا تشكل اليوم انشغالا عربيا حيويا لماذا لم يؤسس لمساحات نقاشية حولها لا أحد غيرهم يفترض أن يتنبه للمصير المفجع الذي ينتظرهم في هذه المسألة فقط الأفارقة ربما كانوا أفضل منا على الأقل في نخبهم يعرفون جيدا أن الإبادات القادمة والحروب المدمرة والتمزقات الداخلية سيكون سيدها الماء ولا شيء آخر الكثير من مدننا أصبحت تعاني من قلة هذه المادة بعضها جف والبعض الآخر لن ينتظر كثيرا ليدركه الخراب وسيضطر سكانها إلى الرحيل إذا لم تبلور حلول بهذا الاتجاه ولن تبلور في الواقع المرئي بسبب الحروب العربية التي حولت البلاد العربية إلى مزاق صغيرة ورماد ونثار منظومتنا السلطوية للأسف تغيب فيها الحكامة والرؤية البعيدة فهي تحمل كل سلبيات النشأة الطبيعية يضاف لها غياب الاستراتيجيات الفعلية المحاورة في الموضوعات الحيوية ليس هدفها الأساسي وخيارها البعيد أن لا تعمين ازدواجية الغرب الجشع بما نعانيه لا نستطيع أن نكتفي بالقول إن الغرب هو المتسبب في مآسينا لنا مسؤولياتنا الكبرى ولا يمكن أن ننزع من مساحات نقاشاتنا فكرة أن هذه الأرض تهمنا أيضا معنيون نحن بكل شيء حتى العظم حتى الاحتباس الحراري وجنون الطبيعة لغربة إن بقيت الأوضاع على ما هي عليه أن نستيقظ يوما بين الناطحات والأبراج في مدننا الكبيرة نبحث عن قطرة ماء ولا نجد من يمنحها لنها إلى صحيفة العرب الجديد والتي تناولت معاناة الأطفال في اليمن وقالت العرب الجديد في تحقيق استقصائي مبيدات قاتلة أطفال اليمن يتنفسون الموت في مزارع القاتل تقول الصحيفة وصل الطفل اليمني أحمد قائد إلى مركز حسن تامى الطبي المجاور لمزارع القاتل بمدرية أرحم بعد أن اشتدت معاناته من صعوبة التنفس وألم في الصدر بدأت معه منذ عمله في رش المبيدات يقول صديقه علاء الذي نقله إلى العيادة أثبتت الفحوصات أن أحمد مصاب بالتهابات حادة في الرئة تباغته حالة الاختناق وصعوبة في التنفس بين فترة وأخرى بعد أن عمل منذ عام في رش المبيدات الزراعية وبحسب استبيان علمي وزعه كاتب التحقيق عبد الناصر الهلالي على مئة طفل يعملون برش المبيدات في مزارع القاتل في مدريات أرحم بني حشيش همدان المتاخمة للعاصمة صنعاء فإن ستة من كل عشرة أطفال كانوا يعملون في خلط المبيدات ورشها في مزارع القاتل يعانون من أمراض الجهاز التنفسي جراء التعامل المباشر مع المبيدات الحشرية لذلك أمراض الجلد والعيون والالتهابات المعوية وأكد أطباء أن المبيدات الحشرية تدخل إلى جسم الطفل على شكل غازات يحملها الهواء عن طريق التنفس وهذه الغازات تذوب في السائل المبطن للجزء العلوي من الجهاز التنفسي ما يؤدي إلى الإصابة بالتهابات حادة تنتقل مع مرور الوقت إلى الرئاء وتؤدي إلى التليفها توضح دراسة الأطفال العاملين في مزارع العائلة باليمن أن 62% من الأطفال الذين يعملون برش المبيدات في المزارع تعرضوا لأمراض خطيرة وبهذا مشاهدين وصلنا إلى ختم حلقة كوشك الصحافة ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة أترككم الآن مع الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر